داني لتحقيق الفوز وتاهلي إلى ربع النهائي عندما يواجه ضيفه ماميلو دي ساندونس الجنوب الفريقية المتاهلة سلفا وذلك في قمة الجولة الخامسة وفي الوقت الذي عبر فيه مدرب ليلال فلورون إبنغي عن رغبته في تحقيق الفوز برغم صعوبة المهمة رفض مدرب ساندونس الحديث عن استسهال فريقه للمواجهة التفاصيل في تقرير مرسلنا سامر العمرابي تحقيق الأحلام الهلالية بالتاهل إلى ربع النهائي سيكون تحت أقدام اللاعبين فقط عندما يواجهون تحدي ساندونس الجنوب إفريقي في أقوى مواجهات الجولة الخامسة مواجهة تزود لها الهلال بتحضيرات من النساق العالي وفوز عارض على المنام البحريني في ذهاب تصفيات البطولة العربية بثلاثية نظيفة معطيات جعلت المدرب فلوران إيبينيغي في وضعية جيدة بالتركيز على كيفية تحقيق الفوز على منافسه العنيد أمامنا مباراة كبيرة مع فريق قوي ومحترم وهو ماميلودي ساندونس ولا بد من اللاعب بروح عالية وإصرار من أجل الفوز سنلعب المباراة وكأنها مباراة نهائية وسنقدم كل ما نملك من قوة لتحقيق الهدف ساندونس فريق قوي ومتمرس في هذه البطولة ليس أمامنا سوى اللاعب بكل قوة وعزيمة من أجل النقاط الثلاث ساندونس الذي ضمن التاهل مبكرا يتعامل مع المباراة بالأهمية اللازمة في حضور لاعبه الأساسيين مدرب الفريق بدوره أكد على صعوبة المواجهة مع الهلال الذي تطور كثيرا عن النسخة الماضية مبديا رغبته في مواصلة الانتصارات أنا دائما نفكر في ساندونس فقط وأحاول تقديم أفضل ما عندي لفريقي وذلك بمحاولة تحقيق الانتصارات باستمرار نعم كل اللاعبين معنا انظر لهم الجميع موجود معنا في الملعب إنهم لاعبون صادقون وفريق يلعب بشرف تألق ثنائية المقدمة الهجومية لليوبو ميكابي والغربان محمد عبد الرحمن إضافة إلى العودة القوية للاعب الوسط فابريس إنغوما ترفع من سخف الطموحات الزرقاء في أهم المباريات وسط آمال عريضة ثقة وتفاؤل في المعسكر الأزرق بإمكانية تحقيق الفوز وتجاوز عقب الصندونس والتأهل إلى ربع نهائي من داخل الجوهرة الزرقاء سامر العمراء بي بي إني سبورتس الخرطوم